في البدء سجل تحفظي على الكثير من مواردة في التقرير وفي بعض الطرح الذي جمع ما بين اسلوب الاستهداف للجانب الأمريكي وما بين خلط موضوع الاختيارات وغيرها في موضوع الاستهداف الذي ذكرته ومحلت سؤالك الكريم هذه الاستهدافات هي متعلقة بالتواجد الأمريكي فقط وما يجري استهدافه بعين الأسد وفي بلد وفي أماكن أخرى وفي فكتوريا وفي محلات تواجده أو في مناطق مروره سواء كان من منفذ جريشان جنوب العراق وصعودين أو من خلال موقع التنف والمرور به هذه كلها محلات استهداف واضحة من قبل المقاومة العراقية تقصد هي مشروعة أستاذ أبريكي لكن إذا كانت مشروعة هل تسمح الحكومة العراقية بذلك؟ تسمح الحكومة العراقية بذلك برأيك ولا تحاسب عليه وفق الاتفاقيات المبرمة بين العراق والجهات العراقية؟ الحكومة العراقية لديها رأي آخر وهي تتعاون مع الجانب الأمريكي في ذلك وتذهب باتجاه أكثر من ذلك فهي توفر له الحماية في أماكن أخرى لكنها لا تستمع إلى ما يطرحه ماجنزي وهو يتحدث بشكل صريح على ضرورة استهداف العراق واستهداف المنطقة لأنه لا أعظم من التحالفات الكيان الصهيوني هذه الاستهدافات هي استهدافات رسائل سألت جنابك عن موضوع الرسائل هذه رسائل تحريرية من الشعب العراقي قد يرفضها البعض نعم هذا حق طبيعي قد يقبلها البعض كانت لدينا تجربة في 2003 وخرج الاحتلال الأمريكي في 2012 وغادرنا لكن اليوم يعود من بوابات أخرى هو يحاول أن يتمترس خلف بعض المواقف وبعض الحشود سواء كانت حشود دواعش وأصابات يحاول أن يواججها أو طرح سياسي يطرحونها هناك هذه التواجد الأمريكي سمح باختراق هيبة وسيادة العراق من قبل تركيا وسمح بتوافد الآلاف وهو اليوم يعمل عنق العوائل بغض النظر عن العراقيين الموجودين فيها في منخيم الهول هناك عوائل وجنسيات أخرى مرفوضة من بلدان فهو يحاول أن يجعل من العراق مقبرة أو على أقل تقدير مفقس بغراء أخرى للأناصر الإرهابية والدواعش فبالتالي هناك من يرى أن التواجد الأمريكي وبالدليل هو يعمل على تقويض الأمن ولدينا أكثر من دليل مثلا الاستدافات التي تطع القوات الأمنية ومثلا مطار كربلاء وتم قامت دعوة جنائية بحق الجانب الأمريكي وتم إدانة على استدافة لمطار كربلاء تقويضة للأمن دعم للعصابات الإرهابية هذه كلها تستحق ليكون ردا من الشعب العراقي أما الحكومة والموقف الرسمي قد يجامل قد لا يذهب إلى الاستخدام الصحيح للأساليب القانونية مثل ما جرى في موضوع الاحتلال في 2003 وما تلاها بحيث ذهبت إلى اتفاق أطار استراتيجي وخرجت القوات الأمريكية وانتهى الموضوع اليوم الحكومة طيب ماذا عن الاتفاق استراتيجي والحوار استراتيجي اليوم أستاذ عباس هناك حوار يجري الآن ويعني من مخرجاته أن القوات الأمريكية والأجنبية تحالف الدولي الجميع يخرج ألا ترى أن هذه الاستهدافات تقوض من مخرجات هذا الحوار يعني الناس يدون يطلعون القوات الأجنبية وتأتي هذه الصواريخ والمسيرة وتقوض بالتأكيد نحن نتابع الحوار الاستراتيجي الذي جار بثلاث جلسات ولكنه لم يتحدث عن إخراج قوات الأمريكية بل تحدث عن تشكيل لجان فنية مؤجلة وهو يتحدث عن جلسات كل ستة أشهر دون أن يعطي رعاية لقرار برناماني صدر في أبطة البرنامان في 5.1.2020 وقرار متعلن وإخراج كل القوات الأجنبية من العراق ومن ضمنها القوات الأمريكية نعم قد يتحفظ البعض أنه لم ينتهي هذا الموضوع وأنه لرئيس الحكومة والقائد العام رأيا آخر لكنه أعطت أهداته للقوات السياسية وجلس أكثر من مرة مع القوات السياسية يعني تعتقد أنه لا بأس بالقليل من الهجمات على المصارح الأمريكية من أجل إخراج القوات الأجنبية لا بأس بالبعض من الهجمات لكن ماذا لو تكررت الحوادث التي حدثت حصلت ويعني راح ضحيتها بعض المواطنيين تتعرف ماذا حدث قبل ثلاثة أشهر تقريبا سيد الكريم لحد الآن كضحايا عراقيين مثبتين رسميا لدى الدولة العراقية ما صدرت والتقارير تصدر من خلية الإعلام الأمني غير دقيقة وحادثة الانفجار الذي حدث في المنطقة الكاظمية كانت دليل على ذلك أنها قالت قنينة غاز في حين أنها كانت مواتي أنتي وحادثة استشهاد الحاج أبو مهدي المهندس القائد في الحجد الشعبي قالت أنه سقوط ثلاث صواريخ في حين اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قصف مباشر فهي غير دقيقة لأنها تجامل وأنا أيضا أشهر على أن العمليات المشتركة قد تصدر بيانات تختلف عن تعاملها مع الجانب الأمريكي أي أنها ترسل رسالة للجانب الأمريكي تختلف عن رسالة التي تطرح في داخل قبة البرلمان لأن الرسالة الرسمية التي تم الاستفهام منها من قبل لجنة الأمن والدفاع أنه ما مدى الحاجة إلى قوة قتالية وهذا هو المرفوض أما التعاون الأمني والاستخباري والتعاون الاقتصادي هذا ما مرفوض مع الجانب الأمريكي نحن نتحدث عن احتلال مباشر وتقويض لقوة وأمن الدولة العراقية من خلال كثير حتى القواعد الرسمية التي تحدثون عنها وغير الرسمية اليوم عندنا 20 قاعدة ورقام غير حقيقية ولا زالت تتدفق القوات الأمنية هو الاستداف كيف يكون إذا لم تكن هناك القوات تقل إلى العراق وهذا يثير الشبهة حقيقة يعني نبقى تحت المزاج الأمريكي العراق ليس بلدا تفرض عليه الوصاية العراق بلد راشد وعضو بالمجتمع الدولي وبلد حاضر في المنطقة بعد كل هكذا حالة تقريبا تحدث شوشرة واعتقالات هل تتوقع أن تكون هناك اعتقالات شبيهة بالتي تعرض لها السيد قاسم مصلح من قبل لجنة أبو رغيف على سبيل المثال من قبل جهاز مكافحة الأرهاب باعتبار الحجة أنها تقوض مساعي السلام مع التحالف الدولي مثلا المعروف أن الاعتقال حاج قاسم مصلح كان بتهمة قضية جنائية وبعد 12 يوم تم اطلاع صراحة هذا الموضوع الحديث عن تنفيذ الاعتقال من قبل قوة العراقية هم أيضا غير ثابت لأن أغلب القوة العراقية تحدثت أنها غير مسؤولة عن هذا الموضوع هناك تدخل أمريكي نعم أنا أتحدث بمساحة أوسع الوجود الأمريكي نعم قد يستهدف أي شخصية عراقية وحصل أنه استهدف الحشد أكثر من 17 مرة استهدف الشرطة الاتحادية في كاركوكا اليوم هو يتعاون في تقويض الأمر في أطراف كاركوكا ومناطق أخرى مثل ما ذكرتم في خبر قبل قليل عن تسليمه لسلاح بـ 3 مليون دولار إلى البش ماركة بالتأكيد هذا الموضوع يحتاج إلى تنسيق مع بغداد ويحتاج إلى كثير فبالتالي الولايات المتحدة أمريكي لا تتعامل مع الجانب العراقي بشكل رسمي يحفظ هيبة الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية ورئيس الوزير الدفاع سيد جمعنات تحدث أنها تتعامل منطقة القوة والضعيفة والعراق أمامها ضعيفة إذا كانت القوى الرسمية للحكومة لا تستطيع أن تتعامل بالتأكيد القوى الشعبية لديها رأي آخر نعم الأستاذ عباس العرداوي المحل الأمني والستراتيجي كنت معنا شكرا جزيلا إليك